السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا شباب عاملين ايه اتمنى ان انت تكونوا بافضل حال واتم صحة وفعلها منشستر يونايتد وقالي جولنر سلشاير وفاز على انشولت بنتيجة 3 واحد واول مرة تصبط معايا التوقعات بقى وتطلع زي ما توقعنا بالضبط مباراة تحس كده ان هي كان فيها فريق في الشوت الاول وفريق تاني في الشوت التاني لكن كانت اهم حاجة في المباراة دي ان انت تاخد الثلاث نقاط من ارض جودسون بارك ومن ملعب صعب زي ملعب ايفرتون فيلا دوس لايك للفيديو واشتراك في القناة وتعالوا بينا نتكلم عن مباراة منشستر يونايتد وافرتون اوقات كتير بتحس ان عندنا فرقتين في منشستر يونايتد او عندنا في ازدوات في الشخصية ولا حاجة بالنسبة للعيبة اللعيبة مرة تحسها بقى ان هي الطب اللي مفيش زيها ومرة تحس ان اللعيبة دي كلها عايزة تتفور وتتغير وتجيب لعيبة مكانها وده اللي شفناه النهاردة في المتش الفرقة لعبة الشوت الاول بطريقة ولو جولنر سلشار تحس ان هو بسم الله ما شاء الله عليه مدرب مفيش بعد كده بقولك بيطلع المدرب اللي جوال ما تعرفش مستخب فين بيطلع يلتهم كل اللي قدامه الشوت التاني فرقة تانية خالص غير الفرقة اللي لعبة الشوت الاولاني كالعادة بنبدأ المباراة باربعة اتنين تلاتة واحد بتواجد كل من دخية ويشو وبساكة ومعهم مجوير ولندلوف ونص الملعب طبعا الاتنين اللي احنا عارفينهم لو انت عايز تسد قصاد اي فرقة وتلعب دفاعيا او تكون مقام من دفاعك يبقى مكتموناي وفرد ومعاهم بورونو وراشفورد ومتا اللي كان مفاجأة بالنسبة لي وقدام مارسيال فقبل بس ما نشيد باللعيبة او قبل ما نتكلم عن المباراة بصراحة لازم نشيد بلعيبة في المباراة دي اللي هي انت مش متوقع منها تأدي زي مثلا شون انت مش متوقع منه ان يعمل لك عرضية تيجي منها جون فتخيل بقى ان هو للمقش التاني على التوالي بيعمل لك عرضية يجي منها جون ده بسم الله ما شاء الله شكلنا احنا النادي داخل على مصيبة او داخل على كارسة او حاجة زي كده ادام شو يعني بيعمل الحاجات دي تاني حاجة متى متى الشوت الاول كان بيساند دفاعيا وهجوميا لدرجة ان انا شفته في سبيرنت في الشوت الاول ايه يا عم متى انت خلاص ولا ايه ناوي تفتح الاسبيرنت ده وبعد كده تبطل لعب ولا ايه فاللعبين دول بالذات قبل اي حاجة كان لازم ان انا اشيت بيهم قبل ما انا اتكلم عن المباراة المباراة ابتدت طبعا زي ما احنا عارفين منشستر النايت بياخد وقت على ما يخش في المباراة كنا واقفين على رجلينا في اول دي تاني كده ما تفهمش ايه اللي حصل سلمنا ايفيرتون الملعب والكورة واشتغل ايفيرتون تحس ان هو اللي بيلعب لوحده الكورة التانية اللي بترجع من دفاعنا بياخدوها لعبة ايفيرتون واحنا ملناش تواجد غير دفاعيا على ارضية الملعب لحد لما جيك جون الجون اللي معروف اني لندلوف الراجل ده في اي كورة عالية مع مهاجم كده قوي وساند نفسه حتلاقي ان هو ما بيعملش اي حاجة وده اللي حصل كل اللي حصل ان الاول كان اللي ماسك كالفيرتونوين او كالفيرتونوين كان مرمي ناحية ماجواير فماجواير طبعا جيته الراجل وما بيهموش يعني حتيجي تضربني حضربك اللي هو هتديني بالقلم حديك بالبنية ما عنديش وقتنا فمنفعش ان هو يأكل معاه عايش كالفيرتونوين فراح رماء انشلوطي على مين على الفردة التانية بتاعتنا لندلوف فبقي الراجل بياخد الكورات من عمنا لندلوف وده اللي حصل في الهدف ان هو كورة طويلة من بيكفورد ياخدها هو بالهد تنزل لبيرنرد بدون اي ضغط من بساكل اللي هو بس انا واقف قدام بيرنرد فقط لا غير يمكن ما يشوفش الجون مني يعني اكون سادد عليه الرؤية ولا حاجة المهم بيرنرد بيقرر ان هو يشوط عشان تيجي في الزاوية الارضية في حتة صعبة على ديخية ويصبح الهدف الاول ومن بعدها ابتدى منشستر ينايتد يلعب ابتدى نشوف منشستر ينايتد من بعد الجون الاول اولا تحركات بكورة وبدون كورة ثانيا الاشهادة بعمنا فريد فريد بيلعب بساط له قدام كتير وبساط صح ويمساعده في كده التحرك بتاع اللعيبة فلما تلاقي ان متى الراجل شغال بيجري ويخش يقطم لجوه وكمان تبادل ادوار ما بين برونو وما بين راشفورد ده خلى فيه خلخلة في دفاع ايفرتون وخلى ان اللعيبة كمان مع زيادة الباكين بتاعنا اللي هو بساكة ويشوه خلى كل من قلن ودكورة مشتتين عن منطقة النص وان هم عايزين يغطوا اكبر مساحة فدخل لهم يسيبوا فجوه كده في الحتة اللي في النص دي ودي اللي استغلاها كل من برونو ومارسيال وراشفورد كانوا بيتناوبوا هم التلاتة انهم يستلموا في المنطقة دي ويبتدوا يشكلوا خطورة من هنا بانهم يلعبوا الكورة مثلا لشول اللي جاي من ورا وقاطم عشان يخش بها الجوه او انه يرفع العرضية واللي جاي منها الجون الاول ويحسب ان احنا ردين على طول يعني انت جاي فيك الجون في الديئة 19 على قول في الديئة 24 مفيش تفاهم نتعادل عشان ايه الفرق اللي استاذك تخاف وفعلا ده اللي حصل من ايفرتون اول ما اتعدلت ايفرتون وعمنا انشلوتي لا لم نفسك انا ليه اتقدم يا باشا انا ادافع من عنده نص ملعبي اقف ونص ملعبي وملياش دعوة بالجماعة دول كده كده هم ما بيعرفوش يخشوا من العمق مانشستر يونيتد ما بيعرفش يهجم علي من العمق طالما انا مقفل لكن زي ما قلت يحسب لمانشستر يونيتد ولقولي جولنر سلشاير الهجوم من الاطراف استغلال الاطراف واني يبقى فيه زيادة عددية عليها ونفس جملة الجون الاول بتتكرر تاني في الجون التاني راشفورد بينزل في المنطقة الخالية اللي ورا ديكوريه وورا الان يستلم وبعد كده يديها لبرونو اللي رفحها ومن حظ راشفورد انها ملمسيتش فيه حظه السيء طبعا وحظ برونو الحلو ان هي دخلت جون على طول مباشرة عشان تصبح النتيجة اتنين واحد لصالح مانشستر لونيتد اعتقد ان منشستر لونيتد لو كسف او كان فيه مهاجم عندنا جيد في الكرات الهوائية في الشرط الاول احنا كنا ممكن نخرج باكتر من النتيجة دي لكن برضو بتلاقي ان ريمة بتعود لعادتها القديمة يا باشا انت فايز اتنين واحد يبقى انا تراجع ليه انا اقعد ورا ليه انا استنى واستقبل لعب من ايفيرتول ليه ده هي كورة وتلاقي ان الدنيا خربت معاك ومش هتعرف ان انت يعني تبقى عايز تعوض عايز تفرد نفسك هم منتشيين بالتعادل بيهاجموك فليه تحط نفسك في خانت اليأك ليه تزنق نفسك وده اللي بقوله على قولي قولي نرسل الشعر وعلى اللعيبة بالتكتيكات بتاعتك بنحس ان اللعيبة دي مفيش زيها بالتكتيكات بتاعتك برضو بنحس ان اللعيبة دي لأ احنا عايزين 11 لعيب جديد اللي مقتنعين بيه واللي مش مقتنعين بيه بيه ما بيقديش احنا اه كنا واقفين دفاعيا جمدين جدا كنا واقفين دفاعيا حلو خالص ولكن ليه اقبل لعب شوت كامل اقعد بقبل في اللعب فقط ومستني كورة واحدة اللي هي المرتدة زي اللي جي منها الهدف طبيعي ان الفرقة اللي اقصادك لما انها هتنزل الشوت الثاني ايفرتون هينزل الشوت الثاني حاول يضغط عليه لكن انت ما خلتوش يضغط بس ده انت سبت له مناطقك ده انت حتى ما كنتش بتقابله من نص الملعب زي ما كان بيعمل معاك الشوت الاول ايفرتون ده انت بتقابله من عال 18 فرقة عايشة على العرضيات وكويس ان هما باكين بتوحهم ديني واسموه ده التاني كلما كانوا تعبنين النهاردة في العرضيات كانوا هيتعبونا هيتعبونا وهم على كده تعبونا كان المفترض ان انت تقابل زي الشوت الاولاني قابل من نص الملعب مش لازم اتراجع للاخر كده قابل من نص الملعب انت عايز تلعب جيم دفاعي ووسق في دفاعك واني تمام وميدفول ايفرتون ما عندهمش حد غير خامس رودريجيز هو الراجل اللي عنده حتة الكرياتيب هو اللي عنده البصل حلوه هو اللي عنده كويسه على الملعب بيقدر يشوف ده فين وده فين ويلعب له اضغط عليه مكتو مناي مانتو مام عمنا اسموه ده مع عمنا خامس رودريجيز وتمام ميدفول وهو اصلا الراجل ما كانش في مستوى يعني وكده انت خلاص ما بقش فيه فيرتون ما بقش فيه حلويات ما بقش فيه اي حاجة طبعا على الرغم من ان انت يعني دفاعك كويس دفاعك كان تمام ميدفول لكن انت خليني انا كمشجح حط ايدي على قلبي حط ايدي على قلبي ايه يا جماعة اللي حيحصل ده ممكن اي فرصة كده ولا كده ايه يجي جون برضو التغييرات الخطأ ماشي التغيير الاولاني فهمنا ان شو الصاب نزلت مكانه توانزيبي وتمام ميدفول انت عندك فيه ناس كانت عايزة تتغير اولا قبل ما تغير متا انا عارف ان متا شحر ومتا تعب ومتا 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 فكر في برونو فرناندز اللي كان هياخد طارد برونو فرناندز في كورة الان لو الحكم حسبها انظار ما ظنش ان كان حدا هيعرضه محدش هيقول له حاجة وكان هيبقى الانظار التاني وطارد اطلع اللعب ده من الملعب انا عارف ان هو في الهجمة المرتدة هو احسن واحد ينقلها لي واحسن واحد يعملها ليه برونو فرناندز هو في فعلا هو الي جاب الهدف الثالث. هو الي نقاله وقاب الهدف الثالث cavaاني سجل الهدف الثالث كان متا معش محتاج ان يطلع عشان تعبان مارسيال مشحتاج ان يطلع معشان مقتى كويس reveal السيط الاولاني كانت التحركات الكويسة لكن التلمع وليع به الكورة مقابل فيه مشاكيatte. فان从ytrani sur reminds brought to two stones enles or aids,就なら ج родuners16 war hero, granted in laces misconception to buy that man's ability to be able to bring an akda يلعب مرسيال على الشمال ويلعب راشفورد على يمين ويلعب كفاني مهاجم وتاما مميت فل و 14 على كده ويبقى بوكباما كان بورونو فرناندز ان هو اللي ينقل الهاجمة من الدفاع للهجوم اللي هو النقلة اللي مرة واحدة دي في الهاجمة المرتدة ايضا في تصرع عندنا في الهاجمة المرتدة في الشوت التاني الشوت التاني احنا جات لنا كم هاجمة مرتدة يمكن ولا تلاتة ولا اربعة احنا كنا نقدر نطلع بالمطش ده باكتر من كده حتى في الشوت التاني وانت يا مضبوط كنت تقدر تطلع باكتر من كده فالمفروض يعني ان يبقى فيه قرصة ويدن شوية راشفورد في الكورة اللي كان منفرد بها بيكفورد يكون فيه اسرع لعبة اسرع من كده حتى برونو فرناندز انا برونو فرناندز خده الكورة وانا شغال اقول اهو كفان اهو باصيله يا عم الحاج لحد لما اتدرجت ان انا قلت اوف سايد عالجون ان كفاني خلاص طلع في الاوف سايد افتكرت ان هو اطلع في الاوف سايد ففيه سن التأخر على الرغم من ان عملناه صح بس فيه سن التأخر بس ارجع واقول المهم التلات نقاط بس انا عايز الاستمراري عايز اشوف المدرب اللي لعب الشوت الاول هو اللي بيلعب بقية المباريات ما شوفش المدرب اللي لعب في الشوت التاني طبعا عمنا ادورد موجود كان في الجماهير في مقاعد الجماهير مستني لا يا حبيب معلش شوالة مؤخزة يعني انتو لو ادارة بتفهم لو ادارة عموما بتفهم فالقرار متخز قبل ماتش ايفيرتون سواء اذا كنتوا دعمين اقولي جولنر سلشير او حتى مش عايزين اقولي جولنر سلشير لكن انا ابقى جاي وبتفرج وقاعد مباين علي دي الشوت الاول اه كويس فرح الشوت التاني لا مش هو اترده لا متردوش بناءا على النتيجة لا مش بناءا على النتيجة لا 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 كل الكلام ده فيه تقييم المدرب لا يبقى على فترته هو في فترته هل هذا ما نريده او هل الذي يقدمه المدرب قابل للتطور وقابل انه يبقى افضل يبقى خلاص نخلي المدرب لا مش هو اللي عايزينه مش هو الاداء ده مش هي النتائج ده مش هو مش هو يبقى مهما يحصل ملياش دعوه مش بيلعب مثلا فيرتول بيلعب ليفربوليا سيدي في الأنفلد وغلبناهم ثلاثة واحد لا تشملهوش اي لازمة مش هيضيف للمدرب ولا هيقلل منه طالما انا عندي قرار سواء اقالة او سواء ان انا اكمل مع المدرب ده طبعا كويس ان كفاني الراجل سجل اول اهدافه اهو تحس ان هو مثلا ايه بيحط رجليه الراجل اللي حطها برضو حلوة ان هو خد بيكفورد على رجله اللي تعتبر السبتة في الكورة دي وحطها له هدف ممكن نشوف ان كفاني بياخد وقت اكبر في المباريات القادمة او انه حتى بينزل اساسي اهم حاجة كانت في المباراة دي الفوز اهم حاجة كانت تلات نقاط قبل التوقف الدولي قبل التوقف الدولي وهو التوقف الدوري برضو عشان تعيد حساباتك وتزبط نفسك وتشوف انت هتعمل ايه كمدرب وانا بتكلم على اساس ان يقولي جولنر سلشار مكمل هتعمل ايه بعد كده في المطشاط الجاية طريقتك ايه خطتك ايه اللعيبة اللي هتستخدمها بتاعتك الاساسية مين ومين اللي حيبقوا عندك دكارات ينزلوا من البودلاء في النهاية اهني نفسي واهنيكم اهني نفسي اولا على النتيجة ان انا توقعتها صح واهنيكم على فوز منشستر رونايتد بس المهم عندي تقولي في الكومنتات انت رأيك ايه في المباراة كمجملها وكاداء منشستر رونايتد في الشوت الاول والشوت التاني اتمنى ان يكون الفيديو ده عجبكم ولو عجبك الفيديو طبعا ما تنسناش من لايك والاشتراك في القناة لو انت اول مرة تشرفنا واشوفكم باتم حال واتم صحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته